يوفر برنامج Word خمسة طرق مختلفة لعرض المستند، وهذه الطرق هي Normal, Web Layout, Print Layout, Outline, Reading Layout، بحيث تتناسب كل طريقة مع ما نقوم به من عمل. فمثلاً طريقة العرض Normal وهي طريقة افتراضية، تعتبر أسرع طريقة لإدخال وتعديل الكتابات، ولكنها لا تصلح عند وجود صور أو عمل إعدادات خاصة في الجزء Header & Footer. وبفتح القائمة View واختيار طريقة العرض Print Layout، تظهر الرسومات والصور التي تم إدراجها في المستند، كما تظهر الإعدادات الخاصة برأس وتذييل الصفحة. وعند اختيار طريقة العرض Web Layout، سوف يتم عرض الصفحة بالطريقة التي سوف تظهر بها عند عرضها من خلال متصفحات الإنترنت أو Internet Browsers. وطريقة العرض Outline، تستخدم لعرض الصفحة بالتنسيق Outline، ويساعد هذا التنسيق على إعادة ترتيب وتنظيم الصفحة. وعند اختيار هذه الطريقة، سوف يظهر شريط الأدوات Outline تلقائياً ضمن شرائط الأدوات المفتوحة في واجهة البرنامج. وطريقة العرض الأخيرة، Reading Layout، تستخدم لزيادة جودة عرض الملفات لعملية أو قراءة. وإن كنا أيضاً التنقل بين هذه الطرق المختلفة بالضغط على هذه الرموز الموجودة بجوار الشريط المنزلق الأفقي. وتؤثر طريقة عرض المستند على كيفية ظهور المستند داخل نافذة البرنامج فقط، ولن تؤثر على طباعة المستند أثناء إجراء عملية الطبعة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر